أن الله أنزل من السماء إمام فسلكه ينابيع في العرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاطية بقلوبهم من ذكر الله يلائف في ظلال مبين الله أنزل أعصى حديث كتابهم وتشابهم وسال ينتقل الشعير والجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ذلك فضى عياد به من يشاء من يضلل الله فما له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوى العذاب يوم القيامة بقيل للظالمين يذرقوا ما كونهم تكتبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يخعرون فعذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدون من دونهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مسأل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عيوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه سركاهم تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله ولأثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم ونصر للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون عليك الله بكافر عبده ويقفرونك بالذين من دونه ومن يضل الله كما له من هذا فمن يعد الله كما له من مضل أليس الله بعزيزين لانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول أن الله قل أخرائكم ما تكون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هم كاشفات ضره أو رادني برحمة هل هم كات رحمته قل حسبي الله عليهم يتوكرون ويتوكلون قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إن يعامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب المتري ويحلوا عليه عذاب المقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن يتزاق لنفسه ومن مضل فإنما يظل عليها وما أنت عليهم بوكيم الله يتوفر أنت سعين موتها والتي لم تنف في منامها فينسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات للقوم يتفكرون عم يتخذوا من دون الله أن تسمع على يأكل وأنهم لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاة جميعا لهم في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله معده وشفى الزقلوب الذين لا يؤمن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه دام يستبشرون قل اللهم فاتف السماوات والأرض عالم الغير والشهادة أن تتحكم بين عبادنا فيما كانوا فيه يختلفون ولو آمال الذين ظلموا ما في الأرض جميعهم مثلهم وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاكمهم ما كانوا به يستهدئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناهم يعمل من منا قال إنما أتيتوا على علم بل هي فتلة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا الذين ظلموا من هؤلاء إن سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بموجدين أولم يعلموا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الضرب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونه من قبل أن يأتي أكون عذاب ثم لا تنفرون واتبعوا أحسن ما أغفر إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغضة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما كردت في جنب الله وإن كنت لمن الساقرين أو تقول لو أن الله هداني لكمكم من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المعصرين بلى قد جاءت كآياتي تكذبت بها واستكبرت لكم من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم أصفل للمتكبرين ويرجل الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمصه السوء ولا هم يحزنون الله صالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالب الصناوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاترون قل أبغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبقن عملك ولتكونن من الخاترين بل الله فاعبد وكن من الشاكلين وما قد الله عصد قدره والأرض جميعا قبضته جوم القيامة والسماوات وطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في السور فصعيق من بالسماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق في غفراء فإذا من قيام ينظرون وأشرقت الأرض بجور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالعقفهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت فهم أعلموا بما يفعلوا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زورا حتى إذا جاءوا فتنة أبوابها وقال أن وطزرتها لم يأتكن رسل منكم يترون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حققت كلمة العذار عن الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم وقالدين فيها فبئت مصر المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زملا حتى إذا جاءوها وفطعت أبوابها وقال لهم فزنتها وقال لهم فزنتها سلام عليكم صبت فدفلها صالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورسنا الأرض نتفوأ من الجنة حيث نشاء فنيع ماجر العامرين وترى الملائكة تحاف في لمن الحول الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم